السلام عليكم في قناة حلوية ام ادم اتمنى ان تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يربي وكما تشوفوا اخواتي هذه الوصفة سوف ننزل في القناة هذه واحدة عام غنص من اخواتي بقى كنا نتلقى بعض التعاليق ان الناس يقولوا بان اختصرت بزاف هذا الفيديو وكين اخوات من الدول العربية لا تعرفوش على المواد اللي استعملت في التزين وخاء انا اذكرتها ما اعرفوش اذا ما هي فلهذا قررت نركب الصوت لهذا الفيديو نشرح فيه جميع المراحل اللي قازوا مع زيادة المقطع للمواد اللي استعملت في التزين فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم نخليكم مع الفيديو وفورجة ممتعة هنحتاجوا هنا في المقادر عندي هنا نصف كيلو من عجينة تمر كما كتشوفوا معايا هنا عندي خمسين جرام ماء الزر عندي صاشيت سكر الفاني القليل من القرفة وهنا عندي المزيج بين السيمسيم واللوز عندي هذا القياس هذا الكاس عملت كاس الزنجلان او السيمسيم حمرته شوية في المقلة وطحنته واللوز كذلك نفس الكمية سلقته وقشرته وقليته وطحنته الكمية بحدودة على حسب الموجودة في الدار الكمية اللي بغيته ما هو يعطي واحد لوجو مزيج للطمر سوف نقوزه باش نخلطه هاد المكونات ان شاء الله سوف نقوم بعمله المعجون ضتمر في واحد الاناء تقدروا اخواتي هاد المعجون ضتمر تعدله في الدار اذا بغيته هنا نزيد ثلاثة معلقة كبار الماء الزهر نزيد الزنجلان السيمسيم واللوز سوف نقوم بعمله السكر الفاني سوف نقوم بعمله القرفة حسب الضوء اخواتي انا تقريبا عملت ملقة كبيرة ونصف لا يبقى على حسب الضوء للقرفة سوف نقوم بعمله الماء الزهر اخواتي على حسب يجب عليك لتحصلوا على العجينة يعني لاينا شوية بحق ما تجريها شوية بزاف اجمع المكونات كاملين نحضر العجينة اللي سوف نستعمل فيها هنا نصف كيلو من الدقيق 150 جرام زبدة المدابة 100 جرام حبيبات 1 بيضة واحدة القليل من الماء الزهر ونحتاج الماء الدافئ لكي نجمع العجينة أخواتي ونضيف الماء الدافئ قليل ونضيف الماء الدافئ نحصل على العجينة لا تكون شيء قاس حبز لا تكون شيء خفيفة معتدلة سوف نتسلق بس لديها الخلفية من حين تنزل خطفة 15 دقيقة وان تتسلق بأحضر العجينة كيف يتطلق أخواتي كيف يأتي الزهر الماء الدافئة فقط أخرجها بالمطلق من أن ترى أخواتي سوف نحصل على عجينة رقيقة لأن ترى أن تكون رقيقة يعني كتبنا الرخامة من التحت سوف يقوم بإمكانك تعملها رقيق بزاف يعني لا يكون الحجم غليط سوف نوضع فوق العجينة وعليفه نضيف العجينة بحيث لا تكترون العجينة فقط تغطى الحشوى سوف نقوم بزاف العجينة نضيف العجينة على الحشوى نضيف العجينة على الحشوى انظروا يمكنك تشاهدهم يمكنك تكون نغطي الحربيل نضغط عليها اطلع الحربيل سوف يغطي الحربيل سوف يزيد وضع إرقاق الحربيل نستمر حتى نرقق الحرب كامل وننتقل حتى نشكل حلوة نستمر حتى نسكن أخواتي ونبدأ خطوط مائلة كما ترون موضحة في الفيديو طريقة سهلة يجب أن يكون هذه الخطوط مائلة لكي يعطينا منظر نقطع ثم نقطع ثلاثة استعفوان وفي السبعة نقطع الشريط كامل ثم ترون هنا على حساب الكبير الحجم هذه الأشريطة أعطتني حلوة متوسطة ليس كبيرة وليس صغيرة ثم نجرب وحدها نعطيها من الجوانب نسهب هاتف ثم نلفي نلفي ثم يدفع ثم نضغط ونلفي ثم نضغط ثم نضغط يكون الفيديو موضح و اي تفسير و اي استفسار اخواتي انا رهل الاشارة اخواتي اخواتي انا رهل الاشارة ما عندي احتشي مشكل اخواتي انا رهل الاشارة صفي مش نستمر هيدا انتم كتشوفوا اخواتي الطريقة جيد سهلة والمنظر يجير راقد هاد الحلوى وتعلمander بعض حلو حلو الحلوى لا تخافو اسى المخدر تطrà bust المخدر اتراه شكولك بطريقٍ تقوم بقصة المشكلة وكيف تقوم بقصة المشكلة ثلاثة أربعة خمسة ستة والسبعة نقطع أخوتي هذا نضغط الجواني اخواتي بيش كتعطينا واحد الفورما يمزيونه سوف يكلف هيدا بكل سهولة انتوما كتشوفو احنا يكلفو هي كتتوسع معنا ديك الفلحات كيوساعو بيش كيعطي المنظر احسن سافيا لاتشكل هادا انتوما كتشوفو انتوما كتشوفو نستطيع ان نستمر على كل الهواتي نستطيع ان انهينا الكيميات الحلوة لأخواتي ونفرجت ورق الزبدة ورق الفرن اقصوه تماما ونضخوه فقط قطب من فوق قطب اذا لم تكن حمرت اخواتي هيا حمرة فقط سوف ندخل هذا الفران ونطلقه من ميت بعد ذلك الفران نحن بالحمر من ملتحة ونطلقها بيضاء لا تدخلها فهي طيبة هذا النقج ونطلقها يكون بشكل هذا يجب أن يكون لديه عسل جاري خفيف على العسل ودهن به الحلوة هذا بالنسبة للنابج وبالنسبة للبريانس فهو القريعات الصغارين يكون في الألوان الدهبي هذا هو القريعات الصغارين نرى الألوان الدهبي ونظر أن الصور واضح ومقطع وقوم بإمكانكم بإمكانكم 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 كيفية تطبيقاتكم وشكرا لكم لتطبيقاتكم على الميسنجر في الفيسبوك كانت تطبيقات رائعة وناجحة من أول تجربة فنشكركم ونطلقوا فيديو آخر وصفة أخرى ومع السلامة أخوتي